بظل غياب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات الطبية الدولية والمحلية على الحدود السورية اللبنانية أعلنت هيئة الأطباء السوريين داخل بلدة عرسال عن إغلاق قسم الهيادات وقسم السيدلة وقسم الضماض حتى إشعار آخر وذلك بسبب عوائق مادية تواجهها الهيئة منذ معركة عرسال التي دارت رحاها خلال شهر آب أغسطس المنصرم هذا وتخدم الهيئة الطبية ببلدة عرسال الحدودية ما يزيد عن مائة ألف لاجئ جلهم من الأطفال والنساء والمسنين من مدينة القصير حمص وريفها بلدات القلمون إضافة إلى مواطنين لبنانيين قاتلين في البلدة ويعمل فيها قرابة الثلاثين موظفا من أطباء وممرضين ومستخدمين يذكر أن الهيئة ذات دعم محلي وكادرها سوري وأن الأطباء العاملين بها سهموا في مساعدة أشقائهم منذ انتلاع الثورة أثناء تواجدهم في مدن القصير ويبرود مما يمنعهم من الدخول إلى لبنان والبحث عن وظائف لهم ناشطون سوريون أعربوا عن خطر توقف عمل هذه العيادة وناشدوا الداعمين وأنذروا بأنه ما إن طالت مدة توقف هذه الهيئة عن دورها الإنساني الهام على الحدود فسوف تتفشى الأمراض بين النازحين بشكل أكبر مما هو عليه الآن خاصة أن المنطقة لا يوجد فيها أي نقطة طبية تتبع للسلطات اللبنانية أو للصليب والهلال الأحمر الدوليين علاوة على ذلك فالبلدة حدودية وباتت منطقة عسكرية لا تدخلها أي منظمة طبية أو إغاثية